بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدان نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأغلى للقوات المسلحة أمس الأربعاء مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد نائم رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة بحث العلاقات الأخوية المتجدرة التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين وجوانبي التعاون الاستراتيجي الشامل والتنسيق المشترك بينهما لما فيه مصلحة البلدين المتباتلة وبما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التقدم والازدهار إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدان نهيان أن العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية قوية وراسخة وتقوم على المحبة وأواصل القرب والإيمان بوحدة المصير المشترك مؤكدا أن متنة العلاقات التي تجمعهما تمثل العمق التاريخي وصمام أمان للبلدين والعرب جميعا فهما نموذج من الاستقرار والأمان والنماء والازدهار في المنطقة